من القامش اللي ينضم إلينا عبر سكايب كينو كابرئيل عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية مساء الخير أهلا بك معنا إذن نتحدث عن تقدم لقوات سوريا الديمقراطية نتحدث عن دخول أحياء في مدينة الطبقة أول الأحياء وعن صعوبات فيما يتعلق بألغام حالة دون تقدم أكثر لكم لو تحدثنا أكثر عن آخر تطورات المعركة مساء النور طبعا صحيح هذا الموضوع قواتنا تقدم من تقريبا من مساء الأمس إلى اليوم باتجاه مدينة الطبقة وبدأ تحرير أول الأحياء وبداية الأحياء لمدينة الطبقة من الناحية الغربية ومن الناحية الشرقية للمدينة بعد أن تم محاصرتها بشكل كامل طبعا هذا الشيء كمان عم يعود للبرنامج والخطرة العسكرية التي تم وضعها بشكل مشترك مع قوات التحالف الدولي المحاربة داعش ولي على أساسها قدرنا خلال المرحلة الماضية نكمل جزء كبير من العمليات العسكرية التي انطلقت فيها قوات سورة الديمقراطية لحدف تحرير مدينة الرقة بمهاية الأمر أو محافظة الرقة بشكل كامل طبعا العمليات العسكرية مثل ما ذكرت عم نمر فيها ببطء شديد طبعا بغض النظر عن المعاوقات التي تعترضنا هو برنامج من طرفنا لننطلق أو لنصير بشكل بطيء لهدفين أساسيا واحد مننا هو المحافظة على أرواح المدنيين موجودين بالمناطق التي تسيطر عليها داعش وعدم استخدام القوة القصوى بهذا الإطار أو داخل المدينة من نجل المحافظة على حياتنا أو من ناحية الثانية كمان من نجل المحافظة على قواتنا من نتيجة استخدام داعش مثل ما ذكرت إلى موضوع السلوب الأنظام والتي تقدمه بشكل كبير وهذا الشيء كان عشراه سابقا ضمن عملية تحرير مدينة منبج على هذا الأساس الخبرة التي تصبرت نفاتنا والمقاتلين موجودين نمو قوات سويا الديمقراطية بهذا الإطار يمكن أن يخطو بخطوات بطيئة لكن بالأخير يتحقق الهدف المرجو منها ضمن المدينة أداء داعش عسكريا وستراتيجية داعش يتغير في الرقة غير منبج مثلا كما قلت لا والتي استفدتم من الخبرة بمعارككم بمنبج خاصة بأننا نتحدث اليوم عن الرقة عن معقل داعش ووفق خطاتكم ما المرحلة الآن التي تدخلون بها وبدعم من التحالف طبعا كيف تصدون العقبات خاصة موضوع الألغام طبعا العمل 100% في تغيرات من ناحية الإمكانيات أو استراتيجية من التباع على داعش سواء من ناحية الانفاق التي يستخدمها بشكل أكبر من الموطات من ناحية الألغام بالأخير هي منطقة مقدمة نقول شبه النهائية لسيطرة داعش سواء مدينة طبقة وحتى مدينة الرقة وشكل أساسي بعد خسارة داعش لمدينة الموصل عم تكون مدينة الرقة هي المعقل الأخير الأساسي للتنظيم وعلى هذا الأساس عم توقع منه مقاومة كبيرة ومقاومة شديدة بهذا الإطار مقابل قواتنا بس بغض النظر على هذا الموضوع قواتنا مية جديدة على العمليات العسكرية مية جديدة على حربة تنظيم داعش وهذا التنظيم الذي قدرت قواتنا حاربه وتهزمه على مدى أكثر من سنتين وهذا الشيء بالإضافة للدعم الكبير عم يجي من طوال من قبل القوات التحرف سواء من ناحية الدعم اللوجستي وغيرها أو من ناحية التخطيط وغيرها هذا الأمر يدفع بشكل كبير مقاتلين وقواتنا تقدر تحرك بشكل كبير وبشكل قوي لعزيمة تنظيم داعش ضمن هذه المرحلة ومتجاه تحرير مدينة الرقة أنا أشكرك جزيلا من القامش لكينو كبري إلا عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية